شايف 120 دقيقة ويمكن مش المتش الأول اللي لعبنا في أكسترا تايم ولي لعبنا في ضربات ترجيح ده 3 متوشة على التوالي شايف ده كان فيه نوع من الأنواع على أو الإرهاق على العيبة كان بارح برضو كان باين اللي هو كان فيه حمل زيادة عليهم 3 مبارات برضو فترة مش قصيرة شايف دي تحليلك للمبارات بارح بشكل عامل أو النظر عاما كده كانت عاملة زي أكيد مبارات بارح ممكن ما نكونش في أفضل حياتنا الفنية يعني كان عندنا ممكن بعض المشاكل الفنية لكن انت بتلاعب زي ما قلنا المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والضيافة وصاحب البطولة والتطلعات الكبيرة جدا عندهم اللي هما يحرزوا رقب البطولة وشوفنا قبل البطولة الإصرار على الأقامة البطولة لأنه ده كان هدف قدتهم من البداية اللي هو إصرار على الأقامة البطولة لأنه كان يهدف اللي هو يحق رقب البطولة طبعا الحمد لله رجالتنا مبارح بينا عن المستوى الفني لا يشكروا ليهم كل التحية والتقدير أداء رجولي أداء روح عالية جدا أداء تكتيك كبير جدا من مستر كيروش مستر كيروش للمباراة الثالثة على التوالي بيقدم يعني دروس كبيرة جدا في التكتيكس بدول ملعب عمل مباراة تكتيكية كبيرة جدا عارف المنتخب الكاميروني بيشتغل ازاي ادري زاكي المنتخب الكاميروني بشكل كبير جدا الروح والأداء داخل الملعب في حاجات تبين لك إن ممكن المنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله لأ هيكسب إن بقى يحكم في طمأنينة بشكل كبير في مواقف يعني مثلا المواقف اللي حصل ممكن الناس تختلف عليه لكن بعد خروج محمد شريف والتفاف زملائه حواليه ومواساته والشد من أزره ومصار محمد بيوسيه وبيتكلم معه تحس اللي فيه روح فيه ألف اشتركوا في القناة